أبشركم أن الله بعد سويعاتٍ من الآن سيأمر ملائكته بتغليق أبواب النار سيغلق أبواب الجحيم سيصفِّد مردة الشياطين والله بعد سويعاتٍ سيُعلِن الملك الحقُّ سبحانه ويأمر ملائكته خزنة جنات النعيم أن يفتِّحوا أبوابها الله أكبر كم لله علينا من منا رحمته ليست في السماء الدنيا وليست في الأرض الأولى بل رحمته وسيعت كل شيء ورحمته وسيعت كل شيء هذا الرحيم الرحمن خلق من الرحمة مئة جزءٍ وجعل الخلائق البهائم والبشر يقتسِمون جزءًا واحدًا أين بقيت تلك الرحمات؟ إن الله يدَّخرُها لكم إذا وقفتم بين يديه شفاتًا، غرلًا، بُهماً، عُراتًا لم تكونُ حتى الختان يعودُ إلى أبداننا إذا وقفنا بين يديه هناك لنا موعدٌ مع الرحمن مع الرحيم أن يُدخِلَنا الجنان يا ربي اغمُرنا برحمتك في الدنيا وفي الآخرة أيها الأحباب هذه الرحمة التي جل وعلا بشَّرنا بها حتى أن الكريم سبحانه لما أن عبدًا صالحًا أقسم أقسم أن لا يغفر الله لعبدٍ من عباده ذاك العبد عاصي ذاك العبد مرتكب للكبائر لكن رجلًا يدعو إلى الله بلا فقهٍ أقسم فقال والله لا يغفر الله لفلان غضب الرحمن الرحيم غضب الله وأحبط عمل الذي أقسم وأعتق ذاك العبد المخطئ من النار من ذا الذي يتألَّى علي ألا أغفر لفلان نعم إنه الرحمن الرحيم أمر الجبال والبحار والسهول كل الأرض تتقارب كل ذلك لأن عبدًا تاب وأقبل على ربه وقد قتل تسعًا وتسعين وكمَّل بهم المئة مئة نفس في رقبته فلما أقبل تقاربة الأرض أبشروا أمِّلوا فإن الرحمن الرحيم جل وعلا رحمته سبقت غضبه إن الله قد كتب كتابًا عنده على عرشه يوم أن خلق السماوات والأرض كتبه على نفسه سبحانه العلي إن رحمتي غلبت غضبي